ولد عمر إبراهيم غلوانجي في طرطوس عام 1954 حصل على الإجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين السورية عام 1978 تولى إدارة عدد من مؤسسات الإسكان العسكرية ما بين 78 و2000 شغل منصب نائب رئيس مجلس مدينة اللاضيقية ما بين عام 1997 و2000 تولى عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب وشغل منصب وزير الإسكان والتعمير في الحكومة السابقة عين وزيراً للإدارة المحلية منذ عام 2011 كما شغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة إلى أن كلف يوم 6 تموز 2012 بتسيير أعمال مجلس الوزراء بعد انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب الذي قالت وكالة الأنباء السورية إنه أقيل من منصبه